انا اتمسك بالوطنية واتشرف بها لأن الوطنية هي التي تجمع العراقيين وتحافظ على وحدة العراق وهي ليست مناهضة للدين كما يظن البعض كما أن الحكم على كل الشيعة بأنهم يقتلون أهل السنة هذا خطأ كبير أنا عراقي وأنا أعرف ماذا يجري في العراق ثم أنا ربما أخاف الله تعالى لا أقول أكثر من غيري وإنما مثل غيري من من يخافون الله تعالى حقيقة فأنا أقول لم يقتل الشيعة السنة ولا السنة الشيعة وإنما هناك أحزاب شيعية سياسية جاءت مع الاحتلال مشروعها طائفي لأنها بالطائفية تريد أن تحكم العراق والدليل على ذلك أن الكثير من القبائل الشيعية قتل شيوخها في جنوب العراق والآن الكثير من شيوخ قبائل الشيعة في الجنوب اليوم مطاردون ومنهم من هم محاصرون ومتابعون ولذلك التعميم خطأ وغير صحيح وهو لا ينفع العراق ككل ولا ينفع أهل السنة بالذات لأنه سيكون من وقود نار الفتنة الطائفية التي لو حدثت لا شامح الله لأكلت الأخضر واليابس ولم يكن فيها غالب ولا مغلوب بل الغالب هو أعداء العراق الذين وضعونا في هذا المأزق الخطير بعد الاحتلال